مشاهدين في كل مكان أهلاً بكم من جديد إلى فقرة ضيف الغرفة إحضاء التنية الاقتصادية هو مسعى العديد من الدول من بينها الجزائر التي تهدف إلى جعل سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز هدف يستوجب لتحقيقه وضع استراتيجيات وخطط بمشاركة كل القطاعات لتحقيق نمو في كل المجالات ومن بينها قطاع النقل الذي يعد مشاركاً فعلاً في تطوير الوضع الاقتصادي لما يلغبه من دور في تسريع عملية نقل الأفراد والبضائع وتخفيض التكاليف فكيف يمكن لهذا القطاع المساهمة في الدفع بقطاعات أخرى كالسياحة وإحذات تنمية اقتصادية وفقاً لما هو مرجو مشاهدين هو موضوع سيشاركنا في إطراءه الخبير الاقتصادي الدكتور الهواري تغريسي أهلاً بك معنا شكراً بك لك شكراً لك على تلبية الدعوة بداية في حقيقة رمضان مباركة بالنسبة لكل الجزائرين وتقبل الله منكم وطبعاً يعود علينا الخير إن شاء الله وكون تنمية حقيقية بالنسبة لمنظومة الاقتصادية إن شاء الله إن شاء الله بداية أستاذ الحديثة اليوم في الجزائر لا يعلو عن قانون الاستثمار عن إطراء هذا القانون بما يضمن ديمومته بما يساعد المستدمر الحقيقي على الاستثمار في بيئة صالحة للاستثمار ومرافقته لتحقيق أهداف عديدة ومن بين القطاعات التي تعول الحكوم على الاستثمار فيها هو قطاع النقل كيف يساهم هذا القطاع بداية في التنمية؟ مهمتاً نحكو أنه سنة الماضية تقريباً كانت قيمة الاستثمارات أو قيمة الاستثمارات في الجزائر طبعاً لا تتعدى 1.8 مليار أو 1.8 مليار دولار ولكن هذا السنة من خلال استراتيجية لسيدة الجمهورية طبعاً وصلنا إلى مستوى 5 مليار والبرنامج من خلال طبعاً سنة 2022 ممكن يكون طبعاً 7 مليار دولار ولكن هذا لا يتأتى بذل طبعاً المشاكل الموجودة في خطاع النقل نعطيك فقط رقم بسيط بالنسبة للنقل البري فقط لا يمثل طبعاً قيمة الجزائر إلا 3% وهذه إشكالية كبيرة بالنسبة لأنه شفنا من خلال طبعاً كوفيد ديزنير في ارتفال أسعار انتاحها 3 مرات و4 مرات و5 مرات و10 مرات بالنسبة للنقل وطبعاً ينبغي حبينا أن نؤسس إلى منظومة اقتصادية حقيقية مع أنتها تكون عندنا خاصة إمكانيات بما يخص وسيل النقل مع أنتها در مش قلت أنه 100% ولكن على الأقل ننتقل من 3% إلى 10% إلى 20% وهنا خلينا نقول لك أنه لابد في إيجاد أو فتح المجال بالنسبة للقطع الخاص لما لا؟ لأن هناك طبعاً هناك أصحاب المال في الجسر ويمكن طبعاً الاستثمار في هذا القطع سواء بالنسبة لقطع الطائرات أو سواء بالنسبة لكل الأساطيل اللي ممكن تكون شوفها في المستقبل إذن الاستراتيجية نتاعنا لا تحتمش فقط على إنتاج ولكن على عملية التسويق عملية النقل عملية إيجاد المصادر نتاع التصدير نتاعنا من خلال طبعاً إيجاد الأسواق العالمية ولكن الأسواق العالمية لذي يهجب طبعاً أنه حفظ للهما أنتها سواء من خلال هذه القوانين الموجودة في الجزر طبعاً يجب أن تكون قوانين مسهلة وبتالي أنه لاحظة أنه بعض العلاقات الموجودة إلى حد اللحظة طبعاً في الموانئ وبتالي لازم نسهل عملية طبعاً تصدير مثل ما هو سهل عملية الاسترات لأنه بكل صراحة شاهدنا أنه في الجزر مثلاً لما تقوم بعملية الاسترات بسيطة مقارنة مع عملية تصدير إذن لازم ندعم بشكل كبير بالنسبة لطبعاً عنصر التصدير في المستقبل وننفر طبعاً مناخ بهذا القطاع لأنه ستدخلنا قيمة ودخلنا عملة صعبة بالنسبة للجزر الجزر تهديف إلى تنويع الاقتصاد من خلال قطاعات متعددة ولكن بالمقابل لازم نحسن كل ما يرتبط بما يخص العملية نظن أنه قطاع النقل هو من المأولى اللي شفناه أنه قرار سيد رزيوم اللي كان خضار قرارات مهمة في مجلس الوزارة منها مثلاً 15 طائرة بالنسبة للخطوط الجوية ومنها كذلك في قطاع البري كذلك راح يمكن استراد عدة بواخر في المراحل القادمة الهدف منه دائماً هو نقل طبعاً نقل السلاع ولكن نقل كذلك للأشخاص والولوج طبعاً لسيد رازيومريكا نركز على نقطة مهمة الولوج إلى إفريقيا هذا كيف يمكن أن نحكو نعم ممكن أستاذ في هذه النقطة تكلمنا عن الاستثمار في مجال النقل بالنسبة للمستثمرين الخواز هي نقطة كانت تكلم عليها سابقاً الوزير الأول بالإضافة إلى هذه النقطة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية إقتن 15 طائرة وسفن وما إلى ذلك كيف ستساهم هذه وهذا الإجراء يعني في جعل الجزائر ممكن نقطة لتلاقي ثجارة نشوف لازم نوضح الصور بكل صراحة لأن هناك صورة ضبابية بالنسبة لي المستثمر خاصة في هذه القطعة لاحظنا هناك طرب ولكن بكل صراحة مكان الشفافية فيما يخصها للقطاع كيفية تزيير القطاع كيفية طبعاً مساهمة بالنسبة لي الفرد كيفية طبعاً المنافسة لما نشوف قولي ممكن القطاع الخاص يستثمر في الجزائر في هذا ولكن لحد اللحظة الصورة ليست واضحة ينبغي طبعاً إيجاد دفتر شوق بنفس الطريقة لنحكو على قانون الاستثمار والذي شفنا أنه ألغيت تقريباً ثلاث مرات الهدف منه إيجاد قانون استثمار في الجزائر طبعاً يشوف يحتمد على رقمنا إعطاء طبعاً أكثر محفزات بالنسبة لي للمستثمر جذاب بالنسبة لي للمستثمر السيدة الجمهورية رأى أنه هذا القانون ما زال ما وصلش إلى المساوي بنفس الطريقة طبعاً يجب طبعاً إيجاد قوانين بسيطة بالنسبة لي لإستثمار لي أنه مشو يستثمح لي حتى الإستثمار الأجنبي وعلاش لما لا؟ طبعاً لا نستقطب الإستثمار الأجنبي فيما يخص طبعاً سواء النقل الجوي أو النقل البحري بكل صراح نفهم بأنه كان ضبابية في المنظومة ضرورة أنه نقوم بإصلاح ما يمكن إصلاحه في المنظومة لاستقطب سواء الإستثمار الأجنبي لما نقول إستثمار الأجنبي مع أن هناك عديد من الشركات اللي ممكن جداً تستثمر في الجزائر وحتى الخطوط مش فقط خارجية وحتى لما لا الداخلية ولما لا الصورة اللي ممكن نوضحها سيدة الرجمهوري مؤخراً لما لا تكون الجزائر ممطقة عبور بالنسبة لإفريقيا هناك سيدة الرجمهوري مثلاً نحكى على نعود أن نذكر الفكرة هي كمطار مهم بالنسبة لتامنراسط يكون مركز عبور بالنسبة لإفريقيا وبالنسبة لأوروبا هذه النقطة مهمة يجب طبعاً لإعادة هذه النقطة وإدراج هذه النقطة في المشاريع المستقبلية ممكن خلينا نتكلم في هذه النقطة بتحديد بيان رئاسة الجمهورية كان أشار إلى دول إفريقية ودول آسيوية يعني الجزائر معروف أنه عندها جالية كبيرة في أوروبا في أوروبا إما هو المغرر اليوم في السوق الإفريقية والآسيوية لم نحكي على السوق الإفريقية من غير معقول أنه علاقات الجزائر قوية بالنسبة للفريقة وطبعاً شفنا أنه ثقة الموجودة في الجزائر وخشفنا أنه سواء بالنسبة للإفريقي سواء بالنسبة للبرلمان الإفريقي وطبعاً ثقة التي تمتع بها الدبلوموسية الجزائرية في إفريقيا كيف لا يمكن ترجمة هذه العلاقة إلى علاقات اقتصادية من خلال طبعاً من خلال مثلاً النقل المعنى أنه يمكن من خلال النقل من خلال طبعاً توفير شبكة من نسبة للنقل يهزف أنه هو يجاد شراكة بين الجزائر وبيناد والفريق لأنه لما نشوف ذلك مؤخراً لها منطقة الإفريقية طبعاً أو منطقة الحرة الإفريقية تقريباً عندنا أكثر من سنة أو سنتين من المضينا الاتفاقية ولكن عملياً اقتصادياً استثمارياً ما زلنا تقريباً غيبين على الواقع وبالتالي نظن هذه الانطلاقة الحقيقية بالنسبة للطائرات لما تكون عندك على الأقل اتصالات مباشرة لما عندك وفود بالنسبة لإفريقيا جيل الجزائر بالنسبة للجزائر ترح تستمر كذلك في إفريقيا بالنسبة لإفريقيا ممكن تستمر في الجزائر ويكون تبادلات طبعاً مش فقط تبادلات من خلال اللقاءات اللي موجودين كل شهور نشوفوا طبعاً اللقاءات بين الفريق والجزائر ولكن واقعيين لما تشوف قيمة المبادلات بين إفريقيا والجزائر تشوفها طعيفة وبالتالي أنه حتى إفريقيا الفكر الجديد اللي موجود وبخلينا نقول لك الفكر التحروري اللي يعني فيه الفريقيين حابين يتعاملوا جنوب جنوب من خلال تبادل فيما يخص السلع من خلال تبادل فيما يخص ثقافات فيما يخص في كل أمور ولكن ضروري أنه نستغل هذه الفرصة بكل صراحة الفريق ينتظروا في الجزائر أنه تبادل لأنه إمكانيات الجزائر ومستوى الجزائر وحتى حتى لما نحكي على قيمة قيمة المالية لموجودة في الجزائر والاستمارات لموجودة في الجزائر ممكن طبعاً الجزائر كعنصر ثقة في لهذه الدول ما تم من غير المعقول مثلاً دولة مثل الدول اللي قريبة منها ولا مثلاً في ليبيا لما تشوف ليبيا أنه إستثمارة في ليبيا مؤخراً تم التوزيع مثلاً بالنسبة لإستثمارة في ليبيا ودور الجزائر طبعاً نعينا فيه في ليبيا هذه هي أنه ضروري أنه منحكي على موريطانيا كذلك ما زلنا طبعاً المحتشمة أو نتبادلات محتشمة ما بين موريطانيا ضروري أن نكثف هذه العملية ونفتح المجال حتى الإستثمار الوطني ولم لا طبعاً الإستثمار الجزائري يكون مستثمر بالنسبة لإفريقيا لأنه في الأخير ستدخل عملة صعبة بالنسبة للجزائر وحيقوي دائماً بالاقتصاد الوطني الجزائري نعم أستاذ ونحن نتكلم اليوم عن أهمية النقل نحن مقبلون على شهر أو على فصل الصيف البعض يتكلم عن إمكانية إنعاش السياحة في هذه المرحلة مع شراء 15 طائرة ومن ناحية أخرى البعض يتكلم أيضاً عن أن هذه الخطوة رح تأخذ وقت أيضاً يجب أن تكون مدبوعة من مجموعة من الإجراءات يعني زيادة في المدرجات في اعتقادك كم ستدوم يعني مدة اقتناء الطائرات نظن هذه اقتصاص أدراء ولكن حتى إذا كانت توفى للطائرات شفنا أن المراحل السابقة كانت طبعاً تدخل لكل المؤساسات الأجنبية ولكن دور المؤساسات الوطنية كان ضعيف لما نشوف الفرنس لما نشوف طبعاً الإماراتية وأين دور طبعاً الجزائر حتى جعتقل ضرورة أن نتكلم على الأسعار لأنه سيدة الجمهورية كان نركز عليها وتقطع تعليم لتخفيض الأسعار لأنه لازم تكون أسعار طبعاً متنفس وهذا الإشكالية بالنسبة للعائلات الجزائرية الموجودة في أوروبا واللي عنده طبعاً نتعه بعشرة ملايين مثلاً في الأخير يلقها في 50 أو 60 مليون ما يقدرش يسافر حتى الأرض تاعه حتى طبعاً دولة تاعه ويبتلينه سيدة الجمهورية خذ قرار بطبعاً الأسعار تكون طبعاً الأسعار تنفسية وتكون تخفيضية بالنسبة للمقتربين في المراحل قادمة لاستقطاب هذا الموضوع لأنه لماذا لما نستقطب مقتربين على الأقل يكون عنده حيوية ويكون عنده يحس بهذه كل خلينا نقول وطنياً تاعه نقطة ثانية ممكن أنه يشوف حلول بالنسبة للجزال نقطة ثالثة ممكن يستثمر في الجزال نقطة ربعا ممكن يحول أموال تاعه كل سنة بالنسبة للجزال نعطيك مثال فقط بسيط الجارية المصرية مثلاً تحول تقريباً 35 مليار دولار سنوياً ولكن الجارية في الجزال طبعاً القيمة انتحة ضعيفة جداً رغم أنه دور الجارية والقيمة انتحة في أوروبا خاصة في فرنسا ولكن ضروري أنه نستقطب هذه الجارية ضروري أنه نتفتح الجارية هذه يمكن أن تشوف بلادها وتعرف بلادها وبالأخير يمكن أنه تستثمر في بلادها وتحقق طبعاً تتحقق من خلال هذه الوطنية يمكن أن ننتقل على أمور أخرى وشفنا الدليل لأنه لما نشوف الفريق الوطني وشفنا المختاربين وحبهم للوطن ضروري أنه نعطي فرصة بالنسبة لكثير المختاربين لهم حاول يستملاي في فرنسا مهم جداً هذا العدد لعيش في فرنسا وطبعاً هناك أثرية هناك صناعيين هناك أصحاب فكر وصحاب تكنولوجيا ضروري أنه حتى المؤسسة النشاء كذلك مؤسسة النشاء الفكر الموجود في فرنسا وطبعاً كثير من دول لأنه فرنسا طبعاً بارزة في هذا الجنب إذن كيف يمكن طبعاً استقطاب المختاربين في كل كفات سواء بالنسبة للمعرفة سواء بالنسبة للمال سواء بالنسبة الدعم المحلي وحتى الجانب السياسي ممكن يستغل هذا الجنب كنات كنا نتكلم عن استقطاب المختاربين ممكن بتخفيض الأسعار أيضاً نقطة مهمة جداً هي تحسين الخدمات وجعلها خدمات مطابقة للمعايير الدولية حتى تستطيع المنافسة دولياً وإقليمياً مهم جداً لكن لكي تخضع المؤسسات الخطور الجزرية لمنافسة ضرورة تكون غلاب حتى قضية رقمنا بالنسبة لتذاكر هذه إشكالية لما تروح اليوم يقول لك رقمنا موجودة ولكن جاهز موعد وممكن تولي حزابة وحزابة ضرورة أنه نروح إلى رقمنا حقيقية وطبعاً نعزز المنافسة بالنسبة للأسعار الطائرة ما عاد إذا كان عندي إشكالية بالنسبة الداخل ندعم بالنسبة لسكان الجنوب من غير معقول أنه يدفع هذه الأموال تحمل الخزينة هذا الجنب ولكن بالنسبة للخارج تكون بأسعار محررة بأسعار تنفسية وطبعاً يقبل لأنه على شكول يدير المنافسة لما يدخل لك المنافسة للجزار ولكن لما تقعد غالق على روحك عمرك ما تكون عندك منافسة هذا هو لإذا كان في المراحل القادمة وإشكالية بالنسبة لمؤسسة للخطوة الجزارية عاجز عاجز كبير نظراً لوجود توظيف كثير عشوائي في المراحل السابقة نتمنى أن تكون حركية في هذه المرحلات تكون منافسة وتكون كثير من المؤسسة تتخصم ممكن تمتص هذه العمل ويمكن أنه خلال سنة أو سنتين ستكون هذه المؤسسة منافسة لدول وحدة أخرى منافسة لخطوط وحدة أخرى من خلال ولكن الأقل من خلال توفير طائرات من خلال تحديد تقنيات الحديثة تحديد الرقمانات تحديد كثير من الأمور يجب إصلاحها في هذا المنظر لكي تكون عنها خدمة عمية ولكن الخمة يجب أن تكون خدمة منافسة وطبعا لكثير من دول لماذا لم نشوف القطرية الإماراتية لما لا تكون في الخطوط الجزيرية مثل هذه الخطوط نعم أستد ممكن اليوم أصبحنا ندرك أهمية الاستثمار في النقل في هذا القطاع الهام كيف يمكننا اليوم ونحن على أبواب تظاهرة كبرى وهي ألعاب البحر الأبيض المتوسط الاستثمار في هذه الألعاب لإكتساب مدخيل تعود على الاقتصاد الوطني بالمافع نعم لا نتصور أن المداخل تكون من خلال الألعاب ضروري أنه ننفق في خلال الألعاب الاستيقطاب طبعا خلينا نقول الاستيقطاب الأنظار كل الأنظار العالم باش نعطي صورة جميلة بالنسبة للجزار نعطي طبعا كذلك صورة سياحية للجزار نعطي كذلك نبرز أو نعرض مية المنتوجات اللي موجودة في الجزار هذه فرصة تقريبا ما رأيش يكونوا كلهم مرياضيين ولكن رجال الأعمال سيكونوا بكثرة إذا عرفنا كيف يمكن استيقطاب إذا وفرنا الفنادق إذا وفرنا النقل إذا وفرنا كثير من الأمور ولكن هذه ميزة ستعطينا في المراحل القادمة استيقطاب طبعا لسواه للمستثمر لكثير من الأمور اللي ممكن تعود بالنسبة للجزائر في المراحل القادمة نعم ممكن شراء 15 طائرة بالنسبة إلى الخطوط الجوية اللزائرية هل سيزيد من تواجدها في السوق اللزائرية في سوق الجزائرية نعم وهل هو متناقض مع سوق الجزائرية نعم ولكن سوق الدولي لا لأنه لاحظنا مثلا مؤخرا النظام القطرية والإماراتية تقريبا شارت أكثر من 100 طالبت أكثر من 100 طائرة إذن هذه مرحلة أولة جميلة جدا نرتقي في المراحل القادمة أنه هذه المؤسسة طبعا نهوض بهذه المؤسسة خاملة بكل صراحة نهوض بهذه المؤسسة رفع المؤسسة إعطاء استراتيجية بالنسبة له هذه المؤسسة طريقة تسير طبعا حتير بكل صراحة كان إشكالية فيما يخص عملية تسير ما أنت نيومانجمن طريقة حديثة بالنسبة للتسير لكي تعطينا حلول في المستقبل إذا كان عمال بكثرة ضروري أنه نلقى حلول العمال ضروري أنه نوزع مثلا العمال على الشركة خاصة في المراحل القادمة ضروري أنه نلقى حلول ولكن بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للجزل وبالنسبة للفرد الجزلي تعود بالمفاعة إذا كان طبعا نبقى سلبي بهذه الطريقة أكيد تقريبا بنفسها بنفس طريقة الشركات الموجودة لما نشوف الشركة الصلب بالنسبة لأننابة لما نشوف كثير من الشركات العمومية اللي طبعا تعاني منها الجزيرة وقاعدة دائما في دعم نظل حل تحى في المراحل القادمة إذا هذي المؤسسات ما هيش في نفس المنافسة ومش عندما ندياش قدرة طبعا المنافسة وتقعد تعتمد على دعم الدولة في عدة سنوات وبإمكانية كبيرة جدا ونحل هذه الشركة وندي المؤسسات وحدة أخرى ممكن تعود لنا بالنفع للجزائر نعم أستاذ اليوم نلمس نوع من الرغبة في تطوير قطاع النقل في الجزائر ولإحذاذ تنمية اقتصادية في اعتقادك ما هي الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها مستقبلا لإحذاذ ما هو مرشو نعم حكينا نقطة مهمة جدا بلدية هو نقطة التنمية المستدامة لأننا لاحظنا الأسواق العالمية والإشكالية الموجودة في الأسعار تعلق المنتوجات هنا الجزائر عندها قدرة على طبعا إنتاج هذه المنتوجات تنظر أن هناك استراتيجية فيما يخص هذه المرحلة لطبعا الدخول كثير من المستدامة العمولية بالإستمار لزرعة النقل ولا يمثل إشكالية وشفنا أنه الخلل اللي كان موجود في المرحل السابقة وشفنا البارونات اللي كان موجودة في المرحل السابقة إذن لازم تكون عنا استراتيجية تنموية وشفافة فعالة من خلال طبعا تنمية القطع لأنه يمثل فاتورة كبيرة بالنسبة سواء المسوردين سواء بالنسبة للجزائر ولكن بالمقابل يمثل فاتورة بالنسبة للمواطن الآثار التعوب بالنسبة للمواطن ذو نشوف المنتوج كان يسوى مثلا 10 دينار الآن رأيس تقريبا 20 دينار علش لأنه الإسعار النقل بالنسبة للعالم كلها تغيرت والأثار التعوب كان مباشرة للمواطن ضروري أنه نخلق مدام عندنا إمكانيات الحمد لله مالية للجزائر الاستصاد الوطني سواء بالنسبة للنقل سواء بالنسبة لقطاع الزراع هو طبعا النقل هو قطاع من القطاع القرى عندها بنفس الطريقة نحول إلى كل القطاع القرى التي ممكن في المراحل القادمة تمثل استقرار بالنسبة القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن تمثل كذلك انخفاض تكلفة بالنسبة للمستورد تمثل الخفاض تكلفة بالنسبة للتصدير المنتوج جعنا وتحويل في المراحل الأخيرة إلى عملة صعبة بالنسبة للجزائر وبالتالي لازم تكون عنا سياسة متكاملة لكل قطاع الوزرية بشكون ترمية لانه قطاع واحد قطاع المحلوقات المحلوقات لا يمكن أن ننمي للمنظومة الاقتصادية ضروري أن نحول أموال نعم ضروري نستمر في القطاع هذا لأنه طريقة لجلب الأموال ولكن لازم نوزع هذا لكي نبحث على دخل على المدى القصير ومتوسط على المدى الطويل هناك عدة مشاريع اقتصادية من منها قطاع النقل الحمد لله أنه سيد الرئيس جمهورية خضار القرار الصحي في ملجس الوزراء وخضار كثير من القرار في هذا الجنب وشفنا نظرا طبعا نظرا القريبة بالنسبة للسيد الجمهورية كيف يمكن حل حدث المشكل نقل بالنسبة للجزير في المراحل القادمة الدكتور الهواري تيغرسي شكرا على حضورك معنا اليوم على كل هذه المعلومات شكرا وبركة الله فيكم مشاهدين إلى هنا أصلوا وإياكم إلى ختام فقرة ضيفة الغرفة من غرفة أخبار قناة البلاد بقية فقراتنا متواصلة لكن مع هذا الفصل